يوسف الجاري هو اللي كان ضيع ليه فريق المكونون العرب طيب نروح ليه أخبارنا النهاردة ومرس الكرة المدير الفني لنادي الأهلي أبلغ الكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط خلال جلسيته معاهم إنه مش عايز خمس لعبين في الفريق نهاية الموسم مين بقى الخمس لعبين دول؟ هقول لكم تلاتة منهم تلاتة منهم هم شادي حسين، أيمن أشرف، برونو سافيو وقال لكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط إنه متمسك برحلهم في نهاية الموسم وده واضح يعني، إنهم لا يعتمد على السراسي باستثناء يعني شادي حسين ممكن يعني ياخد على فترات لكن أيمن أشرف، ما شفناهوش تقريبا مع مرس الكرة الخالص برونو سافيو كان بداياته مع مرس الكرة كان بيلعب أساسي في أكتر مربع كده اختفى تماما طيب، مرس الكرة كمان خلال جلسيته مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط قال لهم وأكد لهم إنه ما طلبش ضم حارس مرمى جديد للفريق في الفترة الأخيرة أو الحالية وإنه واصف من قدراته السراسي الموجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ده واصفت أنباء كثيرة جداً إن مرس الكولر طلب من الأهلي ضم حارس جديد هو نفى في جلسته مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط إنه عايز حارس مرمى أيضاً في هذه الجلسة مرس الكولر مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التقطيط طلب منهم سرعة تجديد عقد حسين الشحات عشان عقده هينتهي بنهاية الموسم الجاري مرس الكولر قال لهم إنه مستوى اللعب في الفترة الحالية يؤهله للتجديد مع النادي الأهلي وده لازم يكون في أسرع وقت ممكن علشان يكون حافز له أكبر في التقلق لتجاه الأكبر تجديد عقد اللعب حسين الشحات مع النادي الأهلي هيكون بعد مباراة الهلال السوداني وحسم بطاقة التقاهل للدور الثاني من مطورة أفريقيا إن شاء الله طيب دعني النادي الأهلي